يومان من العمل والتفكير المشترك في عديد من القضايا العربية المتعلقة بواقع المنطقة العربية يومان من التفكير الجمع والجد في قضايا الربيع من الثورات السلمية إلى الثورات المضادة من أين بدأنا وأين نحن الآن وإلى أين يمكن أن ننتهي في المستقبل القريب كل هذه الأسئلة والمحاور كانت موضع بحث ونقاش مستمر خلال المؤتمر الذي عقد تحت شعار من أمة رعاية إلى أمة مواطنين لم تقتصر مخرجات المؤتمر على التباحث في قضايا المنطقة العربية الحالية بل هناك دراسة لكيفية العمل والارتقاء بالوعي الجمعي من خلال هذا المؤتمر وما سيليه من فعاليات قادمة سنسعى بكل قوانا لأن نلعب دورنا في مزيد من الإضاحة مزيد من التوعية مزيد من فتح الأفاق مزيد من التأثير إلى خيره والعمل في آخر المطاب بالعزيمة وبقدراتنا اللافت أو ربما الجديد هو أن هذا المؤتمر أهم تنسيق عربي يعقد هنا في اسطنبول لقوى الربيع العربي التي ظلت متفرقة أمام تكتل قوى الثورة المضادة وأن هناك تلاقحا في التجارب ومآلات الثورات في بلدان الربيع والتي يمكن أن تكون موضع استفادة بين المجتمعين يعني هذا المجلس تكون بالأساس كمكان تجتمع فيه القوى الثورية العربية وفي 2016 في هذه المدينة قلنا أن من استبشر بنهاية الربيع العربي يخطئ خطأ شديدا لأن الموجة الثانية قادمة لا محالة فيها والموجة الثانية كما ترون قدمت وهي الآن تزمجر في السودان الشقيق وفي الجزائر الشقيقة وأريد أن أحيي هنا شعوب المواطنين المنتفضة في هذين البلدين بينما يجري في أرويقة هذا المؤتمر والواقع العربي اليوم خلاصة واحدة مفادها أن الثورات العربية لم تنكسر مع كل محاولات الخضلان والتشويه وأن عجلة التغيير دارت إلى الأمام وأن موجة من الربيع قادمة لا محالة إذن هو حدث استثنائي في وقت استثنائي هكذا يمكن القول على المؤتمر الأول الذي عقده المجلس العربي للثورات هنا في اسطنبول والذي حرص فيه المجتمعون على تقديم توصيات للحظة العربية الراهنة لكن يبقى السؤال حول الأدوات التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه التوصيات وهل سيكون المؤتمر مقدمة لعمل عربي مشترك وموحد مهر أبو المجد قناة بلقيس اسطنبول